وإذا كنا بنتذكر هذا الحدث بهذا النوع من السعادة إن الجمعية العامة للنادي الأهلي الجمعية العامة اللي موجودة في كل بيت وفي كل قرية وفي كل شارع وفي كل حارة جماهير النادي الأهلي أعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي وهم بيتابعوا الجمعية العمومية للنادي الأهلي خلونا نذكر بكل الخير والترحم عمر بيك لطفي في مثل هذا اليوم بعد كل هذه السنوات على نجاح النادي الأهلي لازم أن نذكر أنه في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر كان ذكرى رحيل عمر بيكلطفي الرجل الذي أسس النادي الأهلي الرجل الذي أول واحد طرح فكرة نشأة النادي الأهلي آمن بفكرة نشأة النادي الأهلي وضع كل الأحلام والأمال أن النادي الأهلي ينشأ ويظهر في الصورة مطلع القرن الماضي متكلم على إبريل 1907 مع نخبة من رجال الحركة الوطنية النبلاء وزي ما قلنا لكم كتير جدا لعل ديت واحدة من أهم أسرار النادي الأهلي التاريخية أنه اللي بيأسسه النبلاء والوجهاء وبشوات مصر في هذا العصر ثم يتلقفه العام من كل أبناء الشعب المصري يعني يؤسسه النبلاء وبشوات مصر في هذه الفترة للطبقة الأرستقراطية ثم يتلقفه كل أبناء الشعب على مختلف الأطياف والمستويات الاجتماعية والعلمية وغيرها فيحبوا الأهل على مدى 114 سنة صاحب فكرة التأسيس عمر بيكلطفي لابد أن نذكره دوما بالترحم وكل الخير لأنه في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر كان رحيل عمر بيكلطفي رحل عمر بيكلطفي ورحل عظماء كثر في النادي الأهلي لكن بقي الأهلي حيا نابضا في قلوب ووجدان كل محبيه عشان كده انتخابات النادي الأهلي أعتقد دايما ما بتكون الحدث الشعب المهم اللي الكل بيترقبه اللي الكل بيترقبه اللي الكل بيترقبه اللي الكل بيترقبه شكرا